أهلا بحضراتكم مرة تانية طيب هارجع لبداية حلقاتنا النهاردة والكلامي على مطش الأهلي والترجي يعني في فترة الحقيقة مفترض أنها فترة راحة سلبية فريق الحقيقة يمكن خد عدد كبير جدا من المطشاط الصعبة جدا الموسم ده بحكم أنه طبعا بطل قارة أفريقيا سواء كنت بتكلم على مطشاط كس العالم أو كنت بتكلم على مطش سوبر أفريقيا أو مشوارنا في دور الأبطال فبالتالي أنت تقريبا تقريبا نسبة 40% من المطشاط اللي أنت لعبتها الموسم ده كلها مع أبطال كلها مع أبطال عالم أبطال برازيل وألمانيا وقطر وأبطال أفريقيا في جنوب أفريقيا والسودان والكونغو وحتى تانزانيا يعني حتى سينبا لم يكن أبدا بالخصم السهل واحد الحقيقة يمكن كتير من الناس بتشوف أنه واحد من أفضل الفرق اللي قدمت كرة محترمة جدا في النسخة دي وبالتالي مجهود كبير جدا فبشوف أنه من ناحية التوقيت فترة مناسبة جدا لأنه يكون عندك راحة سلبية المدة 6 يام خصوصا أنك أنت مقبل على بداية أهم 3 مطشاط في الموسم إذا نجحت إن شاء الله في تخطي عقبة الترجي لكن الحقيقة يمكن اللي ملفت للنظر في التوقيت ده أنه يكون فيه كلام كتير جدا جدا حقيقة بيركز على صفقات الأهلي المحتملة أنه الأهلي بيفاوض والأهلي بيتكلم والأهلي يخلص واللعيبة مضت بالفعل وصفقات عن أو يعني أخبار عن لعيبة صدر قرار من النادي الأهلي برحيلها مع نهاية الموسم وده شيء طبعا مش منطقي ولا مقبول ومش طبيعي أبدا أنه فريق مقبل على مواجهة قبل نهائي في دور الأبطال وإن شاء الله من بعدها نهائي يتكلم على صفقات في التوقيت ده يعني مش طبيعي جدا أنه يكون الأهلي هو السبب في عدم استقرار في مرحلة والفريق داخل على المباراة من منطقة الأهمية النقطة التانية الحقيقة اللي برضو ملاحظها بشكل كبير لأنه كلام كتير قوي على فكرة أنه الترجي فرقة مش مش صعبة وأنه الأهلي هتجاوز الترجي بمنطقة سهولة وأنه الترجي نسخة عشرين وواحد وعشرين غير النسخ اللي نادي الأهلي قبلها قبل كده بداية خلينا نتفق أنه مباراة الترجي في رادس هي أصعب مباراة للأهلي السيزن ده أصعب من كل المباراة اللي خضها ونجاح الأهلي في تخطي عقبة الترجي في رادس أعتقد يقرب النادي الأهلي بشكل كبير جدا من البطولة وليه بقول أنه مطش الترجي في تونس أصعب من المباراة النهائية في حالة وصول النادي الأهلي أقول لحضراتكم لي أولا أنه تتجاوز عقبة الترجي أو تحقق نتيجة إجابية مع الترجي في تونس في مباراة الزهاب ده معناه أنك بنسبة كبيرة جدا إن شاء الله نجحت في الصعود للمباراة النهائية وليه ممكن تكون مباراة الترجي أصعب من المباراة النهائية لأن المباراة النهائية دائما من جولة واحدة وحتى لو نجح الوداد في الوصول النهائية وحضراتكم معرفين أنه مطش النهائي هتلاعب فيه الوداد في المغرب يعني على أرض الوداد في النهائية حتى لو نجح الوداد في الوصول النهائية فأنا بشوف إنه مباراة واحدة من 90 دقيقة حتى لو على أرض المغرب هتكون أسهل بكتير جداً من مباراة رازل لأنه الدافع دايماً موجود عند الترجي وخدوا بالحضراتكم حتى لو الأرقام وحتى لو الإحصائيات وحتى لو أراء الخبراء بتقول إنه الترجي في نسخته الحالية مش هو أحسن نسخة للترجي ده مش معناها أبداً أن الماضش هيكون سهل أنا بشوفه مباراة صعبة جداً وجود الحافظ في حد ذاته إحنا لما بنتكلم على فريق صغير يعني بتكلم على فريق مش مصنف أو فريق ما عندوش رصيد من البطولات أو فريق ما عندوش الإمكانيات اللي بيتمتع بيها النادي الأهلي وبيجي يلعب ماضشه مع النادي الأهلي الحافظ ده في حد ذاته إنك بتلعب بطل الأبطال إنك بتلعب نادي القرن إنك بتلعب ملك أفريقيا ده في حد ذاته حافظ للعقيبة إنها هتثبت نفسها وتطلع أقصى ما عندها فما بالحضراتكم لو كان الفريق اللي أنت بتوجه ده فريق أورادي عنده شخصية البطل فريق مرشح للوصول لمنصة التتويج فريق بالنسبة له هدف مشروع جدا إنه هو يكون بطل دولي الأبطال وبالتالي فرصته اللي هيحاول إنه هو يطلع فيها أقصى ما عنده هي مباراة الزهاب في تونس فرصته في حسم نتيجة المواجهة مع النادي الأهلي الفرصة الأكبر من وجهة نظره هي مباراة الزهاب على أرضه وفي حالة تحقيقه ده أنا لما بلف كده وقعد في ناحية الترجي وفي حالة قدرته على تحقيق نتيجة إجابية مع النادي الأهلي في تونس من وجهة نظره يسهل عليه جدا المهمة في مباراة العودة في القاهرة وبالتالي الترجي اللي حضراتكم شفتوه طول الموسم على الرغم من أنه أقدم الحقيقة عروض كواسة جدا وإحنا شفناها حقيقة مع الزمالك المصري زهابا وإيابا أقدم عروض محترمة يمكن عانى في دور التمانية إلى حد ما مع الشباب بالوزداد لكنه حضر أنا شفت المباراة كويس جدا زهابا وإيابا وشفت الترجي في الشوت الثاني تحديدا مع الشباب بالوزداد لا ترجي فرقة عندها شخصية البطر وقادرة حتى ولو كانت إمكانيات لعبتها مش أحسن حاجة يعني ما تداش تقول إنها ده الترجي المرعب بتاع زمان يعني عندهم لعيبة مميزة جدا وكأتيم الحقيقة قدموا أداء محترم جدا وزي ما قلت لحضراتكم مواجهتهم مع النادي الأهلي في قبل النهائي هي في حد ذاتها دافع كبير فبالتالي هم بصين للمباراة دي على أنها مباراة تأهل النهائي تحقيقهم لنتيجة إجابية مع الأهلي في تونس من وجهة نظرهم تحسن بشكل كبير جدا نتيجة المواجهة وتخليهم جايين القاهرة هنا وهم مرتاحين عشان كده أنا بقول لكم دي أصعب مباراة سيبكم من كل الأحصائيات والأرقام والتحليلات والتوقعات عندنا يعني احنا شبعنا تحليلات وتوقعات وأهم مسألة على ده الموسم ده منشستر سيتي وتشيلسي ما فيش حد اختلف على أنه المان سيتي قدم أحسن كورة للموسم ده وأنه بيب جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم في الموسم ده والموسم السابق وأنه تشكيلة المان سيتي بعناصرها على مستوى الفردي يمكن تكون أقوى تشكيلة على مستوى العالم ورغم كده الكرة لا تعترف بالإحصائيات وبالأرقام وبالتعقعات تشيلسي حسب قلب الترابيزة على العالم كله وكسب بطول الدولي الأبطال عشان كده ده مهم جدا ومش عايز جمهور النادي الأهلي وخصوصا أنه يمكن يمكن أتمنى أنه حالة العزل المتطبقة والإجراءات الاحترازية اللي متطبقة على كورونا في التوقيت ده تبقى متطبقة كمان على السوشال ميديا بالنسبة للعيبة يعني أتمنى أنه اللعيبة في فترة الراحة السلبية دي ما تديش ودنها ولا تركيزها يروح للسوشال ميديا شوية خصوصا أنه عليه كلام كتير جدا ممكن يأثر على استقرار الفرقة من ناحية وعلى تركيز اللعيبة من ناحية تاني